من مكافحين لها إلى ضحاياها خمسة خبراء أجانب في مجال نزع الألغام قتلوا في انفجار بمخزن للألغام عند أطراف مدينة مأرب فبعد أن قاموا بتجميع عدد من الألغام لإطلافها في مقر مركز مسام وهو المسؤول عن انتزاع عدد كبير منها انفجرت بهم فيما لم تحدد بعد جنسياتهم مصادر طبية صرحت بوجود جرح آخرين يتلقون العلاج في أحد مستشفيات مدينة مأرب دون توضيح عددهم الموت المزروع على شكل ألغام في الأرض أصبح متنقلا حقول ألغام عشوائية وعبوات مموهة تزرع بشكل دائم لاستهداف أكبر عدد من الأرواح والخطر الأكبر من الموت الفوري لهذه الألغام وذاك المؤجل لحين انتهاء الحرب في المقابل تعمل فرق هندسية من جيش الوطني لنزعها لكنها توقع ضحايا بينهم فيما أشارت آخر إحصائية رسمية على لسان وزير الخارجية خالد اليماني أواخر يونيو الماضي أن مسلحي الحثي زرعوا حوالي مليون لغم في أنحاء متفرقة من اليمن سقط بسببها أكثر من 1194 قتيلا وألفين ومائتين وسبعة وثمانين مصابا معظمهم من المدنيين ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر